لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين مرحباً وأهلاً بكم أيها الكرام في لقائنا حديث القرآن عن السيرة نعم أيها الكرام إنه القرآن الكريم الذي نطوف وإياكم بين سوره وآياته لنحاول أن نستخرج من تلك الآيات والسور ما تكلم فيه الحق تبارك وتعالى عن السيرة النبوية حديثنا أيها الأحبة في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل عن بعض مواقف ذلك العهد المكي من خلال القرآن الكريم الله تبارك وتعالى من فضله ومنته وكرمه على نبيه صلى الله عليه وسلم أن جعل له كما ذكرنا سابقاً بعد موته من يكفله ألم يجدك يتيماً فآوى وكان من إيواء الله عز وجل له أن هيأ له بعد موت والده جده في البداية ثم خلفه بعد ذلك عمه أبو طالب عمه أبو طالب كان من أشد الناس حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعني عمه على شركه لم يدخل في هذا الدين العظيم ليس لعدم اقتناع لا وإنما مخافة الملامة والمسبة من قومه لا أقول هذا الكلام من تلقاء نفسي بل هو الذي كان يعبر عن ما في داخله فيقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لو لا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا إذن هو يعلم يعلم أن هذا الدين العظيم دين حق لا مرية فيه كيف لا وقد جاء به الصادق الأمين الذي يعرف القرشيون جميعاً نسبه وصدقه وأمانته وحرصه على الخير قبل البعثة ناهيكا عن حاله بعد البعثة كان كلما حاول فرد من أفراد قريش إذاؤه عليه الصلاة والسلام يكون عمه أبو طالب له بالمرصاد فيذود ويصد عنه صلى الله عليه وسلم كل أذن يحاول كفار قريش أن يقدموه للصد عن هذه الدعوة أو إذاؤه عليه الصلاة والسلام خاصة وتنظي الأيام وتجري الأحداث حتى وصل الحال بكفار قريش من شدة ما بلغوا من الكرب والمعاناة من دفاع عمه أبو طالب عنه أن ذهبوا إلى عمه يعرضون عليه أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عما يقول من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى واطلعن في آلهتهم الباطلة فجاءوا إلى عمه يعرضون عليه أن يعرض على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم الكفة عما يقول العم نزولا عند رغبة القرشيين وهو في حالة مرض وإعياء بدى عليه يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه ما قالت قريش إذ قد عرضت عليه من المغريات الشيء الكثير مقابل أن يتنازل عن دعوته وأن يترك هذا الطريق الذي يسير فيه وأن يتخلى عن هذا المبدأ الذي قد تمسك به فنظر إليهم عليه الصلاة والسلام سادات قريش يجلسون حول عمه نظر إليهم فقال لهم أنا لا أريد منكم إلا كلمة واحدة كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم فقام عدو الله أبو جهل وقال كلمة واحدة وأبيك ألف كلمة كلمة واحدة فقط نحن نعطيك ألف كلمة حتى تتنازل عن الطريق الذي تسير فيه وعن هذه الدعوة التي تدعونا إليه ألف كلمة نعطيك ويقسم بأب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونها أن تقولوا لا إله إلا الله وأن تخلعوا عبادة هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله عز وجل فقالوا أما هذه فلا أما هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فلن يكون ذلك لأنهم يعرفون معناها إن معنى أن تقول لا إله إلا الله أن لا يعبد بحق بل ليس هناك من معبود إلا الله يعبد بحق تبارك وتعالى وإن من أعظم مقتضياتها أن تترك عبادة هذه الأوثان التي يعبدونها من دون الواحد الديان سبحانه وتبارك وتقدس أما هذه قالوا فلا فأنزل الله تبارك وتعالى في كلامهم هذا بعض آيات من كتابه العزيز فقال الله عز وجل في بداية صورة عظيمة وهي صورة صاد صاد والقرآن ذي الذكر إلى أن قال عز وجل في مقالتهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد يا سبحان الله انظر بل عش بقلبك كيف يحدد القرآن ويذكر القرآن الكريم ليس كلام هؤلاء المشركين فحسب بل وحتى ذلك التصرف الذي تصرفوه الذي يبين مدى ذلك الإعراض الذي كانوا يعيشون فيه فقال الله عز وجل عن مقالتهم أولا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أتترك عبادة هذه الأصنام التي حول الكعبة فقط 360 صنم نهيك عن غيرها من تلك الآلهة المزعومة التي تعبد من دون الله جعل هذه الآلهة كلها إله واحد فقال قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا هو هذا الكلام في نظرهم قالوا إن هذا لشيء عجاب ثم انظر كيف يذكر القرآن إعراضهم حتى بالأفعال وانطلق الملأ منهم وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وكقوله تبارك وتعالى في هؤلاء إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعودون مرة أخرى إلى الاستهزاء وإلى النبز الذي هم فيه باستمرار لا يفتأون أن ينقطعوا عنه طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن الطعن في ذاته سيؤثر على دعوته وعلى أتباعه بالتالي فينفضون من حوله صلوات ربي وسلامه عليه ومع كل ذلك تراه عليه الصلاة والسلام ثابتا صابرا محتسبا في طريقه إلى الله تبارك وتعالى لا يفتأ أبدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ترجمة نانسي قنقر